فإنه في هذا الزمان يبرز أناس لا علم عندهم لأن الإعلام يخدمهم ولأن الإعلام يرفعهم فتكون لهم برامج تقدمهم إلى الناس وهم في حقيقة أمرهم لا عقل عندهم ولا علم عندهم ولا عدل عندهم وإنما يريدون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الجهل والفتن فواجب علينا أن نعرف العلماء الربانيين سواء من يظهرون في الإعلام أو لا يظهرون في الإعلام وأن نحذر من الأغرار الصغار الذين لا علم عندهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بعض الناس أنفسهم بأنهم من طلاب العلم وأنهم من أهل العلم وقد يكتبون بعض الأبحاث التي من رآها ظنهم من أهل العلم ثم يثيرون الفتن والشكوك في قلوب المسلمين وهم جاهيل لا يعرف حالهم بل وأحيانا لا تعرف أسماؤهم فذاك أبو القعقاع وذاك أبو الدحداح والله أعلم هل هم من المسلمين أم من غير المسلمين يتسترون وراء وسائل التواصل الاجتماعي فالواجب على الأمة أن تحذر من هؤلاء وأن تلزم العلماء الربانيين ومن سار على فتوى العلماء الربانيين برئت ذمته وسليم عند ربه سبحانه وتعالى وسليمت له دنياه من فتن أهل الأهواء ترجمة نانسي قنقر